إلى شرق البلاد حيث أصيب ستة جنود أوكرانيين بجروح متفاوتة في معارك ضد الانفصاليين بمنطقة عملية مكافحة الإرهاب الوضع الأكثر توترا تشهده المنطقة الواقعة باتجاه دونيسك حيث كثف المسلحون الروس قصفهم لمواقع الجيش الأوكراني في كل من أفدييفكا وزايتسافا فيما عرفت المنطقة الواقعة باتجاه الوهانسك هدوءا نسبيا أين جرت معارك على نطاق صغير ببلدة محطة الوهانسك التي فشلت عملية سحب الأسلحة منها بسبب اعتداءات الانفصاليين التوتر الأكثر لا زال يخيم على المنطقة الواقعة باتجاه ماريوبول والتي تعرف استخدام الانفصاليين للأسلحة الثقيلة في هجماتهم الجيش الأوكراني وبحسب بيان لوزارة الدفاع اضطر لرد على هذه الاعتداءات الليلة الماضية وفي المنطقة الواقعة باتجاه ماريوبول تم تسجيل 24 حالة إطلاق نيران من قبل العدو منها تسعة بقذائف هاون وفي منطقة نوفازوفسك ناحية دانيسك تم تسجيل تحليق للطائرات بدون طيار هذا وتستمر المعارك في منطقة مارينكا بافلابول وشيروكنا حيث استخدم الانفصاليون بنشاط قذائف الهاون